استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس الكرواتي زوران ميلانوبيتشا وأعرب رئيس الوزراء خلال اللقاء عن تطلعه للارتقاء بأفاق العلاقات بين مصر وكرواتيا والاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية المتوافرة خاصة بعد أن أصبحت كرواتيا أحد الأبواب الجنوبية للاتحاد الأوروبي الأمر الذي يمكن معه المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري من جانب وتعديد أمن الطاقة في منطقة جنوب ووسط أوروبا من جانب آخر من جهته أعرب الرئيس الكرواتي عن دعمه للجهود التي تبزلها مصر على الأصادات الاقتصادية والتنموية والمشروعات المختلفة